اليوم سلمة مساحتنا الطبية رح نتناول فيها أحد أكثر الأمراض شيوعا وهي آلام المفاصل أو التهاب المفاصل وتشير الدراسات إلى أن هذا المرض ترتفع نسبته في بعض الدول ليصاب فيه واحد من كل سبعة أشخاص أكيد نور آلام المفاصل وأنواعها طرق علاجها أسئلة رح يجاوبنا عليها ضيفنا بالستوديو الدكتور بهجة عكروش اختصاصي بطب الحوادث والإسعاف يسعد صباحك أهلا وسهلا يسعد صباحك دكتور لفداية قبل ما نغوص بتفاصيل أعراض يمكن وأسباب آلام المفاصل أو التهاب المفاصل خلين نعمل يمكن لمحة تعريفية للمشاهدين عن آلام المفاصل أو التهاب المفاصل طبعا أول شي صباح الخير للجميع إن شاء الله ويوم سلام لصوريتنا الحبيبة ولكل ناسنا ولأهلنا بالنسبة للمفاصل والتهاب المفاصل النظرة التشريحية البسيطة نعرف شو هو المفصل المفصل هو عبارة عن طرفي عظم خلينا نقول من يكون إذا كانت الركبة الفخص مع الساق بيتضمن غضروف بيتضمن أربطة بيتضمن أوتار بيتضمن سائل مفصلي بيتضمن سائل سطح مفصلي كل واحدة منهم هي معرضة لإصابة معينة بطريقة أو بأخرى إن كانت رضية أو إلا كانت مرضية أو كانت مناعية فلذلك التهاب المفاصل هو حالة متنوعة وليست حالة محددة ممكن تصاب فيها جزء معين خلاص هذا هو التهاب المفاصل وإنما ممكن يكون التهاب مفاصل تنقسي ممكن يكون رضي ممكن يكون التهابي ممكن يكون تمزق وضروف ممكن يكون تمزق أربطة فهي عبارة عن حالة منوعة وواسعة جدا طبعا واسعة جدا طيب دكتور خلينا نحكي عن هاي الأنواع وسبب الإصابة يعني مثل ما قالت فيه أنواع ممكن العلاقة بضربات معينة ممكن يتعرض للشخص أو بإصابات معينة نحكي عن هاي الأنواع وأسباب تشكل التهاب المفاصل بالبداية طبعا التهاب المفاصل فيه أسباب أساسية فيه أسباب مناعية فيه أسباب التهابية عادية فيه الروماتزمية الكتير في العالم تعرف فيها يعني بتسمع فيه أنه معي روماتزم طبعا بيشوفوا أي ألم بالمفاصل بيقولوا معي روماتزم بالمفاصل أكيد لا هو هذا هو جزء معين جزء محدد من التهابات المفاصل فهذا التهاب كتير شائع ممكن يشوفه عند الأطفال أكثر من الكبر وطبعا بيستمر معهم للفترات للأعمار المتقدمة فيه التهاب المفاصل التنكسي اللي بيصير بالأعمار المتقدمة اللي بيصير فيها يعني نوع من التكلس على السطح المبصل وبالتالي بيصير فيه احتكاك مع العمر مع نقص الكلس إلى آخره بيصير فيه تكلسات وتنكسات على سطح المبصل بيعمل التهاب مفاصل تنكسي هاي حالة مختلفة عن التهاب المفاصل الروماتزمي اللي ممكن تصير في عنا التهاب المفاصل الرضي اللي بيصير نتيجة الردود الكبيرة نتيجة الإصابات خاصة عند الرياضيين عند الراقصين اللي عندهم احتكاك مباشر الأعمال المجهدة فهي كمان بتصير عندنا التهابات مفاصل ربضية ممكن نقول في حالات من الحوارس اللي بتأدي إلى إصابة بالأربطة المتصالبة الأمامية أو الخلفية أو الجانبية أو تمزق الظروف كمان هي بتعطي نوع آخر من التهابات المفاصل إذن هاي باختصار كتير شديد على بعض الإصابات اللي ممكن تعرض لها التهابات المفاصل أو المفاصل اللي بتعرضو لها وبالتالي كل حالة هي حالة يعني مختلفة عن الأخرى علاجة مختلفة عن الآخر مشان هيك أنا بحب بركز البسيطة نو كل الناس إنو يا دكتور أخدت هاي الحبة أو هاي الدواء كانت أخدته وشارتي وتحسنت عليه بصير دكتور بيعطي لحظة والعلاج كان عبتجع ركبتها طيب عبتجع ركبتها ممكن تكون سببها مختلف تماما عن السبب اللي انتي فيه لذلك بتكون دائما منقول لكل أخوتنا وأهلنا أنه وقتنا بصير في عنكن راجعوا الطبيب لأنه تختلف في الحالة من حالة أخرى دكتور مثل ما قالت يمكن التهاب المفاصل إلو أنواع مثل ما حكينا ويمكن فيه مراحل عمرية زمنية يصاب فيها الشخص بس نحنا عم نتفاجأ يمكن اليوم فيه نسبة كبيرة من الشباب عم يعانوا من هيدا المرض مع اختلاف أنواعه يعني قبل ما كنا نشوف هاي النسبة كنا نشوف نسبة قليلة لكن هاي النسبة كل ما نعم تتزاد شو السبب إذا بنا نقول كلامك سليم بالميامية أكيد للأسف التطور التكنولوجيا والحضارة وإلى آخره أحيانا نحن نفهمها بطريقة مختلفة بديبلش بشي ممكن الناس تستغربوا أنه لما نقول الفاست فود اللي كتير العالم صارت عولت عليه الشباب والصبايا اللي هو في كتير المواد الضارة ما بدي سمي تسميات معينة هلأ لكن الابتعاد عن الأغذية الطبيعية الصحيحة هاي كليات عم تؤدي إلى أمراض بالمفاصل وعم تسرع بعمليات إصابة المفاصل بطريقة أو بأخرى الأعداد الطويلة اللي صارت شبابنا يعدوها عن نت ويظلوا قاعدين بطريقة معينة كمان هي عم تأثر على المفاصل وبالتالي عم تسرع بكتير بعمليات الإصابات اللي عم تصير لشبابنا الخبول الجسدي بالضبط يعني هو عدم وجود الرياضة لأنه يعني ما عد حدا فاضي للرياضة بدل ما أطلعوا لعب ساعة الرياضة بيعودوا عن نت فيها يعني للأسف هذا صار واقع حتى طبيعة عملنا وشغلنا بالموظفين كله كمان صار مؤتمت وبالتالي أعداد طويلة بعيدة عن الحركة بعيدة عن الليونة كله هذا هو عبارة عن مسببات ومؤهبات لإصابات ما كانت تظهر سابقا يعني نحنا كنا ليش نقول دائما بأهلنا بالضيع بالقرى تلاقيهم صحتهم أقوى بكتير كانوا دائما يعتمدوا على التغذية الطبيعية يعتمدوا على الأرض يعتمدوا على العمل على الهواء كله هذا هو عوام المسببة ومؤهبة لإصابات ما كانت تظهر لنا سابقا حتى على مستوى لو بعيدا عن موضوع الاتهاب مفاصل يعني الاحتشاءات احتشاءات القلب اللي ممكن بكل الكتب الطبية كانت بتقول هي بأعمار متقدمة هلأ من لاقي واحد عمره عشرين سنة وسبتعشر سنة أنا في حالة من الحالات إجت لعندي أو مولا عندي كتب المشفى بالأحسن وكنت أنا مناوب أو مداوم للأسف سبتعشر سنة باحتشاء يعني شو مع أمره واحد عمره سبتعشر سنة يصير معه احتشاء قلب هاي كانت من أندر من النوادر اللي تسجل بالكتب الطبية فبالتالي ضغوطات النفسية ضغوطات المجتمع الظروف الحياتية اليوم لا ينصاب بأمراض ما كنا نشوفها قبل وبأعمار مختلفة عن الأعمار اللي كنا نشوفها يعني كمان دكتور خلينا نحكي عن الأهمال كمان يعني بعض الأشخاص كنا نحكي ممكن ينصابوا بشيء معين أو يتعرضوا لرد أو يتعرضوا لأي حادث ولو بسيط ويهملوا هذا الموضوع يهملوا زيارة الطبيب ويعالجوا نفسهم بنفسهم أديه كمان هاي ممكن تأدي لتفاقم هذا الشيء لالتهابات كبيرة بالمفاصل أو بالنقر لا شك صديقتي إنه في فعلا في كتير من الحالات للأسف بأسباب مختلفة ما رحقول هو بس فقط إهمال وإنما أحيانا خوف وأحيانا ما بدروح يدفع مصاري وأحيانا ما بدروح لعمل دكتور وأحيانا وأحيانا هلا بروح بيطلع علمية شغلة هذا الحكي في كتير هواجس عند الناس لكن أنا بدي أقول للناس بشكل عام في حكمة قديمة بتقول درهم وقايا خير موقنطار علاج كتير من الحالات للأسف نشوفها هي نتيجة الإهمال اللي تفضلت فيه إنه واحد يتعرض لإصابة معينة مثل اللي بتعرض لحادث سير بتلاقي بيضربوا السيارة بيوقع بيقوم كلهم بيركتوا ما شاء الله قام بيطلع ما صلوا شيء مين قال لكم ما صلوا شيء هاي القوة الضغطة اللي ضغطت اللي ضربت الجسم ما بتفكروا ما بتأثر على الجسم بشكل أو بآخر ما بتغير له بالديناميكية تبعه ما بتعمله رد على العضلات أو على العصاب أو على الأوردة أو على العظم أو على الأوتار كل هذا يتعرض له لكن يمكن باللحظة الأولى واحد ما يحس يمكن بالفترة الأولى خلاوة الدرو اللي بكون أول حامي للساعة حامي للضربة أو للساعة تسخنة ما حسو فيها بدأت ما نقول بين ساعة أقل شيء الرد هذا كتير أساسي وكتير كبير أكيد هذا بيعمل تغييرات معينة لو سمحتوا لما يتعرض الواحد طبعا ما عمقول أنا يوقع صغيرة يعني تفركش فركش صغيرة لكن الكبير حتى لو فركش صغيرة لازم مفروض وهي يمكن بنوجهها كمان لأمهاتنا اليوم بتلاقيهم يمكن طول الوقت عميشتغلوا ما في انتباه على الصحة بشكل كتير كبير متل ما قالنا منك يكون فيه وجع بالمفاصل أو ألم بالركبة أو بالظهر بتقلك هاد ألم طبيعي وبتكمل شغل ما في أسف نور انت بتعرفيني أمهاتنا كلنا بتلاقي دائما بيكابروا كتير يعني بتلاقي الواحدة واق واصلة من الأم أن أمهاتنا بتكون واصلة لقمة الألم وهي أنا لا ما في شيء عادي يعني بتحوي بتمرر لأنه هي دائما معطاقة بكل طبيعتها ونوجه لكل أمهاتنا أكيد كل المحبة والاحترام والسلام والحب الكبير فهني أكتر ناس معرضين وخاصاً بيكونوا بوقفات طويلة بالمطبخ وبيشتغلوا وبدن يعزلوا وبدن يحملوا ويشدوا ونحنا يعني أنا على مستوي بعمري بطلاعي ما أنا قادر شد تاخد أو تلاقي أمنا اللي صارت جرة الغاز وعمارة تحمل جرة الغاز وعمارة تشد الغزانة وعمارة تشد تاخد ترفع وتساوي فلكن هي معرضة كتير للإصابات فنرجع للأساس اللي كنا عم يحكي فيه أنه فعلاً أتمنى من كل الناس أول شي بنتمنى لهم السلامة لكن أي حداً بيتعرض لأي إصابة شو ما كانت تكون نوعاً المفروض يراجع فيها طبيب وخاصةً ما تروع الطبيب الخاص فيه مشافي موجودة فيه مراكز طبية موجودة يعني ضروري جداً مراجعة الأطباء لأنه أنتوا بهذه الحالة عم تحموا نفسكم من مشاكل كتير كبيرة ياما كسور صغيرة بيتعرض لها وخاصةً الأطفال كسور غسل النظير أول شي ما بيحس فيها بعد شوية بتعملوا أزيات تعملوا مشاكل إصابات خاصةً ضربة على ركبة أو صدمة أو حادث يمكن يصير معه تمزق ضروف ممكن يكون تمزق ريباط ممكن يكون معه انصباب إلى آخرين كل هاي حالات ممكن تأذي على المدر طويل إذا نحن ما من البداية عالجناها وأخذناها طيب دكتور لما أنا حضرتك حكيت عن العلاج خلينا نحكي عن المرحلة العلاجية اللي بيمر في مريض التهاب المفاصل نرجع منقول ستسلمة بتل ما حكينا من البداية أنه كل حالة بحالته الآن التهاب الروماتيزمي يفترض أنه العلاج نبلش فيه مبكراً ونبلش فيه بشكل طويل ويمكن يأخذ علاج طويل حسب الحالة إذا كان رسوي أو روماتيزمي عادي ينفي عندنا حمى رسوية اللي ممكن تصير عند الأطفال هي بتعمل كتير ألم بالمفاصل وما من انتبه لها لكن هي من الحالات كتير شكراً أنك ذكرتيني فيها على أقل تعديل لأنه هي حالة من الحالات الكتير كبيرة اللي بتصير التهابات بتعمل التهاب بالمفاصل الروماتيزمي عند الأطفال نتيجة التهاب اللوزات والتهاب البلعوم من الصغر نتيجة كمان العلاج الخاطئ أو قلة العلاج الصحيح الإهمال بالعلاج بتحول التهاب مفاصل روماتيزمي هذا التهاب المفاصل والرسية أو بتصير حمى رسوية عندنا خاصة بين 9 سنين أو 15 سنة هالعمر هذا الكتير منشوفه المشكلة مو بالتهاب المفاصل لأنه هون أو بالحمى الرسوية لأنه هي بتأسر على القلب ومعظم أو 60% من أمراض القلب الصمامية التهابات الصمامات وتكلس الصمامات اللي بتصير بالقلب بمراحل متقدمة هذا السببه سببا الرئيسي هو التهاب المفاصل الرسوية من اللي عند الأطفال هنا وصغار لذلك من هون نقدر نحدد قديش أهمية أنه أنا انتبه للحالة وبالتالي على جماعة ركا أنه والله ما عالتها بالوزوات هلأ بتشوفي أي طائم ما في مشكلة بس منتهبين لو ذاته يعني ما في مشكلة عندها أنه هذا بمعنى أنه يشغلة عادية جدا أو بالأحرض الثاني حتى أنه قريب يمجرب عادي شو مقرب؟ المقرب هي مرض منهك للجسم ممكن ينزل على المفاصل ما أنه شغلة بسيطة ما أنه شغلة عادية أنه مقرب يعني أنه شغلة يلا ما في مشكلة فالانتباه للحالات المرضية وبالتالي موضوع علاجة ومدة علاجة تختلف يعني التهاب اللوزات كافي سبعة أيام لعشرة أيام بيتعالج علاج الصح كافي لحتى أنه يجنبني كل هاي المشاكل الرسوية والروماتيزمية والتهابات والقلب يعني هي بيقلك تلحس المفاصل وتعضي القلب الرسوية يعني قديش ماتع حالة مهمة جدا تأزي المفاصل تأزي القلب وعلى مدى طويل جدا فهي واحدة منهم التهاب التنكسي علاجه طويل ما هو حالة يعني خلص تنتهي أخذنا الدواء خمسة أيام عشرة أيام أسبوعين تهى الموضوع هذا لأنه خلص تكلس المفصل في تكلسات معينة صار فيه نوع من الوقاية بالعلاج يعني أكتر ما هو علاجي بشكل مباشر لكن هو حالة علاجية إذا كان فيه تمزقات بالغضروف أو لربطة صارت تحتاج إلى عمل جراحي أو عمل تنظيري تنتهي بنهاية العلاج يعني إذن بما معنى أنه كل حالة لها خصوصية بالعلاج واستمرارية العلاج قدش ما في عندنا شيء ثابت أنه التهاب المفاصل معضي دواء أسبوعين بنتهي الموضوع وإنما إله علاقة بسبب المؤدي للتهاب المفصل أو للحالة هي حالة رضية ولا هي حالة التهابية ولا هي تمزقات ولا هي حالة مناعية أو ذاتية أو نتيجة العمر بالتكلس والتنكس طيب دكتور بحجة خلينا نحكي عن عوامل البيئية أو عوامل الطقس تقلب الطقس قدش فعلاً بيلعب دوره وعامل تأثير كبير على آلام التهاب المفاصل لا شك هو دائماً تبدلات الحرارية تؤذي الجسم بشكل أو بآخر بعطيها بمثال كتير بسيط وسريع جداً خارج عن الجسم كاسة عادية كاسة مي كاسة حطيها أنت بالفريزة أو بالتلاجة باردة حطيها بمي سخنة أو العكس بتلاقيها بالطق بما معناه أنه التبدل الحراري هذا كتير مهم وخاصاً واحد يكون بالحمام وطلع يقول لك والله أنا دافي الجو برا صح دافي الجو برا لكن جوه درجة الحرارة 60 أو 70 برا درجة حرارة 35 أو 37 أو 40 في فرق 30 درجة هذا الفرق ولو كان في شوب برا لكن الفروقات الحرارية هي اللي بتأذي الجسم لذلك تلاقي الواحد بالبرد مثلاً خاصاً بالشتوية بيكون جنب الصوبية ودفيان وطلع لبرا وبيطلع لبرا مع أنه يعني برا أنه عاساس مدفة هو بيعتبره بسيطة لك الفرق الحراري بيصير في شد تتأذل الأوتار تتأذل عضلات بتأذل جلد بتتقبض الأوعية فكله هذا بيأثر وبالتالي بشكل أو بآخر بيأثر على الحالة اللي هو يصاب فيها وبيقول لك البرد سباب كل عليا مثلاً هو لأنه بيصير في عندك تشنجات وتقلصات والأوعية الشعرية بتخفيف تدفق الدم باتجاه العضو وبالتالي يؤدي إلى إشكالات معينة تختلف حسب الإصابة ونوعية الإصابة اللي موجود فيها إذن البيئة والحرارة والتغير المناخي الحراري كثير هذا بيأذي بشكل أو بآخر واحد بالصيف هلأ بتلاقي إيه كمان عران بشغل المكيف وموجه الهوى عليه بيقوم عند الصبح ميبس كله عضلاته كلها تشنجت وشدت وقايم معضل وقايم أنا مقرب ومرشح لذلك يعني ما علش مع بداية الصيف بس هنا أصبت لك أنا متعودة معودة الجسم ما بشي متعوت على الغلط أنا متعوت على غلط يعني هذا ليس معناه أنه هو صح يعني واحد تعود على ارتفاع الضغط بيوصل الضغطه لعشرين وما بيحس فيه هل هذا يعني أنه سليم؟ لا بالعكس هذا نحن يعني مؤشر خطر جدا لأنه الألم دائما الألم الله خلاقنا هي هو إحساسنا بشي حتى نقدر نساوي منبه حتى نقدر نعاوش نفسه أما إذا أنا عم يرتفع ضغطي وأنا ما عم حس فيه بلحظة معينة بيرتفع لحد محدد معين ممكن يعملنا نزف دماغي ممكن يعملنا احتشاء ممكن يعملنا أي شيء تاني فإذا المشعر الألمي هو مشعر إيجابي وليس سلبي على عكس ما الناس تتوقع أنه أنا والله ضغطي عشرين ومو حاسس فيه يعني أنه مو هو تعود على ارتفاع ضغط لكن هذا شيء خطر جدا في الحالات العلاجية طيب دكتور بختام حديثنا ولو بدقيقا أهم نصيحة بتجاهلك المشاهدين اليوم النصيحة بقول دائما بطل ما أحكي درهم وقايا خير من منطر علاج رجاءنا من كل الناس من أهلنا أنه ما يهملوا نفسهم وخاصة بالحالات الردية يعني لما يصير فيه رد وخاصة كبير سقوط أو وقع أو حادث إلى آخره لازم ينتبه ويروح لإراجع أي طبيب أو مركز طبي حتى يقيم معلش عشر دائق ربع ساعة ما بتغير شيء لكن بتغير له كتير في تطور الحالة المرضية تبعه فيما بعد عدم التعرض للبرودة العالية أو الافتراقات الحرارية أخذ العلاج بشكل صحيح اتباع رأي الطبيب بكل العلاجات لو هو كل ستة شهور مرة يمكن على طبيعي هذا الشيء الطبيعي يفترض أنه كل سنة معلش نحن موافقين كل سنة يعمل تشييكة مو كل ستة شهور هو كل ستة شهور هذا المنطق والصح لكن عم نقول كل سنة معلش يراجعوا يعملوا تشييكة عامة يشوفوا طبيب الأسرة حتى إذا في شيء معين يدمن تداركه بأسرع وقت ممكن بالختام نحب نتشكر وجودك معنا دكتور باجد عكروش اختصاصي في طبق الحوادث والإسعاف شكرا كثير لوجودك معنا اليوم شكرا لكم